السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم مائدة افطار رمضانية للضيوف نحضرت فيها واحد سمكة او حوتة معمرة بحشوة مختلفة والذيدة جدا نتمنى ان شاء الله تشربوها وتفضلوا معي باش تفاصيل الوصفة اول حاجة غنحتاجه ان شاء الله هي بربا تكون مسلوقة وزونة لها القشرة غنضيف لها هنا تقريبا معلقة كبيرة بتيل البصلة هنستعملت البصلة حمراء ولكن ممكن تستعملوا حتى البصل الابيض مشي مشكل وغدا نضيف ان شاء الله ملعقة كبيرة ديل البصلة الخضارية احتها هي كتجي لديدة بزاف غدا نضيف هنا التوم ماشي بضرورة هاتشي يكون كل شي مطحون غي انا حيت محضر هاتشي كله من قبل على قبل اه لان انا غنستعملوا في الحشو وغنستعملوا كذلك في الحشو ديل المملحات هنا غدا نضيف الفلفلة حارة ممكن تستعملوا كذلك الهريسة كتبقى على حسب طوق ديالكم غنستعمل كذلك الطماطم المجففة انا هنا مرقدها مع الزعتر الزيت الزيتون اه استعملت ملعقتين ممكن استغناء عنها الى ما توفر تشالها انا عندي الزنجبيل الطري التوابل اللي غنستعمل هي القصبر اه اه يلا كنت لاني التحانة ديالكم ما كنت تحان ش مزيان اه اه احنو التوابل من قبل وعدا باش ممكن الاضافة دياله هنا غدا نضيف الفلفل احمرة ملح الملح كي بقى على حسب الضوقة ديالكم. هذا المقادر هادو ديال سمكة اللي كان فيها ثلاثة كيلو وثمانمائة. هنا اضفت القركم وهذا الفلفل الوردي احتى هو معلقة صغيرة. هاد الفلفل الوردي كي يجيزون في السمك. هنا غنضيف غير واحد الكمية قليلة ديال زيت الزيتون. والحامض لان غنستعمل سمك السومو. سمك السومو ما كي يكون مدسم بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بحنت الشرمولة كتولي عليها تشكل. وتعمت انني ما ضفت القصبر والمعدوس. كيف ما كتشوفوا معايا قطعتها عليها تشكل. يعني حتى كنوصلوا للسلسول. وقطعت لها ديال ديالها لانها ما عنديش ما ما كتدخلش ليها في الفران. لك شي باش قطعتها هكده قطعت دائما كقطعت ذي كلاب باختي اللي ما كتكونش محلولة. اه كيف ما قلت لكم تعمت انني ما ضفتش القصبر والمعدنوس. اه باش علاق باللون ديال لانه غضي ولي شرمونا غتولي خضرة. وملي غدا تتحمر لي السمكة من الفوق غضي غضي بقيبان. داك شي باش استعملتو غيف الحشوة. يعني ممكن انتم ما يلا بغيتو ممكن تضيفوه في اه اه دوك الشرائح دوك اللي ستلي مشرحين. يعني ممكن تضيفوه تما. سينو غي غي هكده يعني بلا بلا القصبر والمعدنوس جاتل ديدة بززاف لان انا غنضيفو هاد الكيميا كبيرة في الحشوة. هاد السمكة هادي كيجي واحد المزيج ما بين المالح والحلو. هادك اه بما انك نضيفو الحامض. اديك النكهة البسيطة. اديك الحلاوة البسيطة اللي كتكون في في الباربا. كيجي واحد توازن في المعدا. كيجي لديدة بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها. يمختلفة. اه غريبة بعد الشيء ولكنها اللي جربتها ان شاء الله غا تعجبكم. هنا خليت السمكة ديالي ترتاح. وغدا نمشي باش نوجد الحشوة. انا ده بشرة ملتها الصباح وغطيتها وخليتها احتى العشية ان شاء الله عاد نطيبها. هنا الحشوة غنوجدها على بكري باش تبرد. انا اخذت اه تقريبا حبة بصل. غنضيف ليها بصلة خطارية احتى هي. غنخلي هاد البصلة تشحر زيان حتى الدبل. يعني نبغيتوها اطلق ليكم الماء ممكن انكم تضيفوا شوية ديال ملح دابا باش تطلق لينا شوية الماء. من بعد ما تشحرات ليها البصلة كيف ما كتشوفه معي. دائما بحال هاد الحشوات ولا هاد الحشو ستعملوا دائما مقلات تقيلة حاولوا ما امكن تشريوا بمقلات تقيلة. لان هاكت الحشوة كتطيب على خطرها وما كتحتاجوش تضيفوا الماء بالمرة. هنا عدنا البربا مقطعة مكعبات صغيرة. احتى هي مسلوقة ولا كتطيبوها في الفرن. كتغلفوها بالبابي اليمنيوم وكتطيبوها في الفرن. هنا عدنا خيزو. حبتين ديال خيزو تقريبا. هنخلي هاد شي كله يتشحر كيف ما قلت ليكم مع المقلات كتكون تقيلة. ما كنحتاجوش منضيفو اه يعني الماء. صافيك نخلي هاد شي كيف ما كتشوفو معي. تشحر مزيان حتى كي تبلينا خيزو. وكت تجانس المقادر مع بعضها. كنضيف هنيا الفلافيل اه الوان يعني اللي عندكم اللي توفرتوه ليه. هي اللي كتشوفو معي من بعد ما صافي كل شي طاب. تقريبا الحشو ديالي وجدات. هنا غدا نضيف دبا التوابيل اللي بقات ليه من ضروري كتخليه واحد شوية مني كتكون وكت شرم له في الحوت. هاد المسألة معروفة باش كن نسمو الحشوة وفي نفس الوقت كي جينا نفس الماداق. هنا اضفت شوية ديال الملحة. لانه في السمك ما ضفتش بزاف الملح لان الحوت كي يكون مالح. اه هنا غا نضيف اه اه شعرية الصينية دياله الاروز. لي كتكون مرقضة في الماء من قبل. يعني المبارد. هنخلي هاد المكونات كاملة تشحر خمسة دقايق تقريبا. وبالنسبة لها الشعرية الصينية يعني ممكن تعودوها بالاروز. ممكن نعودوها بالبلي يعني الزرع. ممكن نعودوها كذلك بيلان اللي كن نحمروه في الفر. وكن نسلقوه. يعني ضروري ما نحمروه باش كي جي لديد لانه ولا ما تحمرش ما كي جيش بنين. ولا الكينوه ولا قدروا نعوضو يعني شعرية الصينية بزاف ديال الحويش. زافي كيف ما كتشوفوا معي. غا نخلي هاد الحوشوات قريبا خمسة دقايق طيب. دبا وجدات كنت فعلها. وغدا نضيف اخر لحظة كيف ما قلت لكم يعني كمية كبيرة هنا راني بقطعة تقريبا نربعة ديال ربعة ديال الرباط. ربعة ديال القبطات ديال ديال قصبر والمعدنوز. يعني ملقا حسن نضيف واحد لكمية كبيرة. وهنا غا نضيف آآ الزبيب اللي كنت مرقدها في الماء. في الماء بارد. وهنا عندي الفستق. آآ لا البندق عفوا ايه هو آآ نوازيت. اللي محمرة ومقطعتو على زوج. يجي لديد حتى هو بزف بزف مع مع السامك. إلا ما عندكم شعودوه بالزنجلان. الزنجلان اللي تحمرو واحد شوية. ولا نعا نقدروا نعاوضوه بكوكا ولا نعاوضوه باللوز ايضا. هنا غا ناخد في مقلات غا نوجد هنا الحشو ديال المملحات ديالي باش يلا كي يبرد. آآ بالنسبة للحشوة ديال الحوت رتا هي غا نخليها تبرد. كيف ما كتشوفوا معايا هنا ضفت بصلة خطرية وبصلة عادية. وخليتهم يتشحروا. وضفت لهم هنا دابا آآ خيزو. ما تبقى لي يعني تقريبا هنا ثلاثة ديال الحبات ديال الجزر. كنشحروا مزيان هاد المقيلة هادي. غنضيف هنا الفلفل بربعة. آآ كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق. حتى هوا كن الفلفل كنا هاد الرمضان كن وجدها آآ بكمية كثيرة وكنضيرها في واحد القريعة وكنضيف لها شوية ديال زيت زيتون وكنبقى نستعملها يعني لعلى ثلاثة ايام اربع ايام على حسب ممكن جمدوها كذلك غاية متجمدوها شخضراء ضروري من شويوها قبل من بعد ما تشحر لي هاد المكونات كاملة هنضيف القرعة القرعة دائما نخليها هي اللخرى لانها يلضفناها من الاول كتع الجن يعني من الاحسن آآ يعني كتولي بحلها ببيوغي مكن قاوش نحسو بيها تكتيب بش من الاحسن خلوات الاخر لحظة هنضيف دباء الفلفل حارة ليس قدروا تعودوها بالهريسة اولى السودانية نضيف الملح يعني التوابل هنضيف هنا التوابل بسيطة جدا هنا نضيف الكامول كامول نضيفه حبوب باش ما يجي نشمر وفلفل حلوة اللي هي تحميره الحامض غي قطيره تقريبا شي زوج معي لقات صغار زي الحامض نشحر هاد المكونات وغنضيف لها هنيا آآ ثومة سافي غنخليهم يتشحروا غي شي شوية وغد نطفع عليهم من بعد غنضيف كيف ما كتشوفوا معي هنال سومو المدخن يعني سومو فيمي حتى هو كي جيل ديد لديد بزاف مع هاد الخضراء هادي منانجاء الله تجربوا هاد الحشو هادي اللي كاتجيل ديدا ورائعة ومختلفة وكاتتماشى لنا مزيان مع السمكة ديال السومو يعني ممكن تستعملوا نصف نفس الخضر ونضيف لها مثلا سمك آخر يعني الحوت ولا مغلو مثلا اللي كنكونو كنطيبوه بوحدو هنا هنضيف واحد الكيمية كبيرة ديال كيف ما كتشوفه معي ديال القصبر والمعدنوس يعني ممكن تستعملوا غيل قصبر بالمعدنوس سافي دبا الحشو الحشو وصبحات واجده هنخلي هاد بتبرد وهنا غدا نعمر السمكة ديالي كيف ما كتشوفه معي كنقطع هاد طريف هاد على قبل لانه كيف ما قلت لكم ما كتتخلش ليها الفران لانها كبيرة بزاف غدا نعمر دبا الحوتا نعمروها من اللي يكون عدنا حوتا بحلا هكا ولا تجاج ولا اي حاجة بغينا نعمروه كنعمروه نوجدوه نغطيه ونوضعوه في تلاجه ونخليه حتى الوقيته ديال يعني من بغيو نقدموه وكن ندخلوه الفران سافي انا غا كيف ما قلت لكم هاد شي اللي غا ندير غدا نعمرها ونغطيها ونوضعها على جنب حتى يقرب وقت ديال تقديم وغدا نطيبها ان شاء الله هاد الحوتا في الفرن ديالي كتاخد ليها تقريبا عشرين دقيقة من عشرين دقيقة إلى خمسة وعشرين دقيقة ولكل الفرن كنسخنوه على ميتين واربعين درجة وكنغطي الحوتا مزيان باش ما تحرقش ليها تلاخر لحظا عاد كنزول البابي كويسون هنا كيف ما كتشوفوا معايا اطلقت العجينة عجينة اللي ديجا العجين اللي ديجا تشاركتو معاكم هنخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو هنه دهنتو بالزبدة ورشيتو بالدقيق يعني ممكن ترشوه كذلك بالميزينة انا غير ما بقتش عندي الميزينة ذاك شالش استعملت بالدقيق بالميزينة كتجي احسن والكمية ديال الزبدة اضفتها قليلة غير لانني كنحاول ما امكان اني نقص من الدهن ولكن الى بغيتو ممكن نضيفو كل ما ضفتو يعني كل ما الكمية ديال الزبدة كبرات كل ما كتجينا العجينة بحل لبات فيديو يعني بحل عجين مورق كندهنو عو تاني بشوية ديال الزبدة وغادر نرشوه بالدقيق حالطريقة هدي ديال الطي يعني ممكن تستعملو احتف العجينة المورقة كتجي سهلة وضغية كتوجد انا ممكن كنستعملو بزاف عجينة المورقة لانها في كمية كبيرة ديال الزبدة هنخلي هاد العجينة ترتاح ونجيب خبيزة واحدة اخرى ونحاول نطويها حتى هي من بعد ما ارتحت لي يعني العجينة اللولة هنسرحها كيف ما كتشوفوا معي ما تكونش رقيقها بزاف وما تكونش غليدة بزاف باش بقى لنا هذك الطوراق يبقى باين ما فيو غدا نقطعها اه الى مكعبات ونشكلو يعني المملحات بالطريقة اللي بغينا انا غن نختار ابسط شي يعني اه شو وحدين غن نقد يعني غدا نحضرهم بهالطريقة اللي غتشوفوا معي شو وحدين غن نديرهم على شكل كواسون اللي كواسون هن معروفين دك شي باش ما وريتهم شليكم يعني الطريقة ديالهم معروفة كيف ما كتشوفوا معي غدا نقدموا مغي على هاد غن نشكلهم بهالطريقة هذي اللي كتشوفوا معي بسيطة جدا وسهلة الاخفتوهم يتحلوا ليكم ممكن تسدوهم شوية ديال البيض وإلا غيك نضغطو مزيان انا ما كيتحلوش مغمال مو سوفي غن نستمر بنفس الطريقة حتى غدا نكمل العجين ديالي كامل هاد مملحات ساهلين ديالي كيوجدوا ما فيهم مش الخدمة بزاف يعني ممكن انكم تضيفوا الجبن آآ يجيكم ألد ولكن انا كنحاول ما امكان ان اني هاد اكتري هاد رمضان اني نقشوية من الجبن نقشوية من الزبدة آآ كنحاول يعني باقي ماشي 100% يعني اكلي صحي ولكن كنحاول آآ دابا هنيا كن نرقد هاد الورقة يلا الورقة يلا الاروز في الماء البارد شوية يعني عيل الوقيت اللي كنستعمل يعني كن مباشرة غي كن وضعهم في الماء كن دا نستعمل فيهم كن نشفوهم شوية بالماء باش مني مدولوا فيهم يلسقوا لنا بسهولة وبالنسبة الخضر باش خنحشي هاد هاد لغوليت بخانطان يعني ممكن تحشيهم باش ما بغيتوا يعني بالخضر اللي عندكم اللي توفرتوا عليهم انا هادي غي سلطة وجتها وخضيت منها وعمرس بها هاد هاد لغوليت بخانطان هنضيف ليهم غي شوية دي السومو فمي اللي هو السومو مدخن وغنضيف ليهم هنا شوية دي الخيار المدخن وبالنسبة الطريقة دي لتقطع ممكن تقطعوهم كيف ما كي يقطعو يعني الصينيين كيقطعوهم على شكل جوليان طوالي اه انا اخديت ما بقاش عندي الوقت بزعب خديت السلطة كيف ما هي وحشيت بها هاد لغوليت بخانطان سافي كنت نيوهم بالطريقة اللي كتشوفهم معي ومعا كن نشفوهم واحد شوية رضغي كيلسقو كيلي كيقليهم في الزيت كيلي كيطيبهم على البخار ولكن هذيك الورقة دي لالاروز غي كنديرو في المرة كي تطلقو كيولي يعني جاهز اننا نناكلوه نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل كيميا ديالي كاملة وصافيها هي دبا كيف ما كتشوفوا معي انا ضفت هذك الطرف اللي قطعت ما بينش بالمرة ما بينش بالنسبة لي انا ما بينش وصافيها دبا غدا نشرع في تزيين ديال هاد السمكة انا حطيتها نيشا نفق الطبلة باش زينتها يعني غي طابت حطيتها بديت كان زين فيها وجدت كل شي من قبل وغيكات وجدتها في كان وضعوها فوق من كان وضعوها هاد شلادة خضرة اضفتها غي في الجناب يعني ما اضفتاش تحت من الحوتة وكنقليسيوها بالبابيه بالورق ديال ورق ديال الطاهي وحتى الاخير وعد كنتزولوه الى ما مغاش يتزول لينا كنخليو هاكدك سافيو هاد البطيبات اللي عمرتهم بنفس الحشوة اللي عمرت بيها المملحات ديالي اضفت لي مغي شوية ديال الشلادة والسلسارة فيت مني يعني تشاركتها معاكم في فيديو سابق ان شاء الله نخلي لكم الفيديو اسفل هاد الرابط اسفل هاد الفيديو وهنا كيفما كتشوفوا معايا هادوك الفطر اللي هنتو بشوية زيت الزيتون والحامض وطيبته في الفرن ساخين الدرجة ديال الحرارة دياله ميتين كان عمرهم بشوية ديال الحشوة اللي استعملت في هاد الحوتة وكنزين بيهم على هالطريقة هادي وهنا الحشوة اللي بقعت ليها حطيتها هكده وبالنسبة الطريقة ديال تزيين كتبولي باناني ما كان وريكم شي هاني طريقة ديال تزيين ولكرا حين تبعت المرض كان بقى عايق الله كان حط كان حط يعني غيته يسير من الله وسافي ماشي ما كتكونش واحد الرسم عندي في دماغ ديالي مرسوم يعني كان بقى نحط ماشي مرات ترا كيجي دك شي زوين ماشي مرات ترا ماشي ما كيجيش مزيين هاد السمكة هادي جات الديدة 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 بالزاف نتمنى ان شاء الله تجربوها اه ونخلي لكم ان شاء الله اسفل هاد الفيديو اني سمكة مماثلة هي الحشوة مختلفة والتقديم مختلف ولقى نيوتورتها هي مختلفة اه كنت اه ونالت الاعجاب ديال العديد العديد من الاخوات وجربوها وعجباتهم نخليكم ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو لكنتو من عشاق سمك اه لانني انا تقارك يعجبني بزاف سمك يعني كناكلوه اكتر من الحم الحم ما كناكلش بزاف الحم وصافي نتمنى ان شاء الله نكون مطولش عليكم بزاف اه وهنا السلطة اللي كنت اه السلطة اللي رافقتها به هدوك اللي غوليد بخانطون قطعتهم على زوج وبالنسبة لهذه الحريشة اه فيتمنى اتشاركتها معاكم غي هاد المرة انا خل اه حضرتها بالفلفل الاخضر والفلفل الاحمر اللي بغيتو ان شاء الله نتشاركها معاكم خليها والية في التعليق لاناني فاش نزلتها ما جربوها الاخوات ولكن الفيديو ما طلعش بزاف يعني ما اه جابلي الله بحل ما عجبش الناس بزاف اه لذلك ما صورتش هاد لاب اختيفش حضرت هاد هاد الحرشة هادي وصافي اه وصل الفيديو النهاية ديالو انتمنى ان شاء الله اه الفيديو ديال اليوم انا الاعجاب ديالكم وتخليوا ليالي لايك ركا تنساولي لايك اللي انا بعد الماسك تكون تلتالاف مجهدة ويالله كينا مية وخمسين ديال الي لايك ولا لان الي لايك هما اللي كي جعلوا ان يوتيوب يعني تتعلمي الفيديو او نافا يعني باش كتطلع لنا الفيديوهات ديالنا اه لما كانوش بزاف ديال الي لايك با الفيديوهات ما كتلعوش والناس مني كيدروا ليغوش اخش ما كيلقاش الفيديو وصافي وكن نقول لكم تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام واستوضعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر